تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخص التعليم قبل الجامعية وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الاستراتيجية لعام 2024-2029 لتوحيد سياسات التعليم وتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم حيث تقدم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج لتفعيل مشروع إصلاح التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثالث التنوي العام والفني وكذلك محو الأمية وتعليم الكبار